السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بحاتي وفيديو جديد النهاردة هنعمل مع بعض الوصفة الرهيبة برام الرز المعمر الفلاحي الله على الريحة الله على الطعم شايفين مفلفل ازاي؟ ووشه طاري ولذيذ جدا جدا الرز المعمر من الحاجات الطعمة قوي خاصة ان احنا هنعمله سادة علشان تقدر يتقدميه جنب المشويات جنب المحمرات زي ما انت عايزة عندك عزومة في صفرة رمضان بجد هيشرفك شايف الجمال؟ رهيب الطعم فعلا يا جماعة حكاية يلا بينا بقى علشان نشوف المقدير ونعرف مع بعض طريقة التحضير برعاية ومقدرنا بسيطة عندنا الثلاث كبيات من الرز البلدي المصري بتاعنا الحلو ده غسلينه ومصفيينه هنحتاج لهم اربع كبيات يعني كيلو من اللبن مش مغلي هنحتاج كمان معلقة كبيرة من الملح وحسب التزوق طبعا ومعلقة او رشا بسيطة خالص من السكر معلقتين سمنة علبة زبادي وكمان معلقتين كبار من الاشطة بس كده يلا بينا بقى هاخد معلقة في الطاجن او البرام اللي هندخله الفرن هدهن معلقة السمنة كويس جدا ووزعها في البرام في الارضية والجوانب يلا بينا نحط الرز اللي احنا غسلناه وما نقعناهوش ضروري جدا وهقول لكم ليه حطينا الرز وفضنا كله في البرام هنا نقطة مهمة رأي دايما ان يكون كمية الرز وصلة لنص البرام مش اقل مش اكتر من كده ايه وعيد خليها تزيد عن كده لان الرز لسه هيزيد ويتضاعف حجمه وتعرفي بقى ايه تتعاملي معاوش ما يفرش في الفرن تمام حطينا الملح والسكر جوه اللبن وقلبناهم كويس مع بعض وتعالي بينا بقى احنا ما كناش نقعين الرز علشان ننقعه في اللبن تمام يبقى احنا غسلنا الرز وصفناه ما نقعناهوش في المية علشان ننقعه في اللبن فيبقى طعم اكتر وياخد من طعم اللبن اكتر واكتر خلاص كده الرز تنقع قعد حوالي ساعة تعالي بينا بقى نجيب علبة الزبادي نربها كده ونوزعها على وش البرام طيب ايه فايدة الزبادي في الرز المعمر هيطر الوش بتاعه ويدي طعم زي بتاع الرز الفلاحي زمان لانهم كانوا زمان بيعملوه بالاشطة الفلاحي اللي بتيجي من على طواجن اللبن ودي طبعا طعمها مختلف عن الاشطة اللي احنا بناكلها وبنجيبها من عند اللبان فهننعوضها بيع البت الزبادي دي هاتي بقى القشطة اللي متوفرة عندك سواء انت بتحوشيها من على وش اللبن او شريها من اللبان وبتدي وزعيها فوق البرام تمام حتة صغنانة كده على مسافات علشان تحمر معاك الوش وتديه له ريحة وطعم ايه مفحفة هنجيب معلقتين من السمنة او الزبدة اللي متوفرة عندك وبتدي برضو وزعيهم على الوش بالشكل ده كده خلاص البرام بتاعنا بقى جاهز ومستعد انه يدخل الفرن شغلي الفرن بتاعك على درجة حرارة 22 سبيه ربع ساعة يسخن كويس قوي قبل ما ندخل في البرام طيب البرام بتاعنا هيدخل فين هيدخل على الرف الاقرب للارضية لازم علشان يغلي الرز معانا بسرعة فيلا بينا بقى الشبكة على الرف الاقرب للارضية وحط عليه البرام واسيب البرام بقى في الفرن يغلي ويتشرب بالشكل ده هيل يلا بينا بقى نهدي درجة الحرارة من 220 لمية وتمانين علشان الرز يستوي وياخد وقته بقى الله ولا الريحة يا جماعة الريحة قلب البيت طحفة جدا جدا سهل وبسيط من الاطباق اللذيذة اللي كلنا بنعشقها وصدقيني لو ما جربتهوش قبل كده فانتي فيتك كتير جربيه وهيعجبك قوي زي ما قلنا تقدر يتقدميه جنب الكفتة جنب البني جنب المشويات جنب حاجات كتير قوي فرخة محمرة لحمة محمرة مش هيقولك لا طعم بطريقة وزي ما انتم شايفين كده مفلفل المقادير مزبوطة بالشعرة عايزاكوا تجربوه وتقولولي رأيكو ايه شايفين بجد رهيب ووشه طري مش ناشف مش هتلاقي رز ناشف على الوش ولا اي حاجة خالص امشي على الطريقة مزبوط والمقادير مزبوط وهيطلع معاك عشرة على عشرة دي كانت وصفتنا النهاردة وده كان طبقنا النهاردة يارب يكون عجبكو الرز المعمر الفلاحي جربوه قلولي رأيكو في ايه يلا بقى لايكو شير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدروا تشوفوا كل الفيديوهات بكل سهولة ما تنسوش فعلوا الجرس علشان توصلوكم الفيديوهات اول باول اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة